موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم موضوع قيم اجتماعية للدكتور شوقي ضيف وهو أديب وعالم لغوي والرئيس السابق لمجمع اللغة العربية المصري ألف عددا من الكتب في مجالات الأدب العربي أشهرها سلسلة تاريخ الأدب العربي والنص من كتاب العصر الإسلامي ملخص الدرس حياة العرب في الجاهلية كان العرب في الجاهلية يعيشون قبائل متنابزة الإسلام يضعف من فكرة القبيلة ويعلي فكرة الأمة الإسلام ينقل حق الأخذ بالسأر وينتزعه من قبدة القبيلة إلى قبدة الدولة الإسلام يرسل قواعد الاجتماعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزيل كل الفوارق الطبقية تنظيم الإسلام للعلاقات العامة كالميراث والتجارة والصناعة والزراعة كفالة الإسلام لحقوق المرأة حيث ساوى بينها وبين الرجل في كل أعمال السعي في الدنيا وفي العبادات المرأة ورعاية الرجل لها بالرعاية وحسن المعاشرة الإسلام يحترم حرية العقيدة بعدم إكراه أي أحد على الدخول فيه وحدة النوع الإنساني وكيف حققها الإسلام بالعدل والمساواة والرخاء سؤال وجواب السؤال الأول كيف كان العرب يعيشون في الجاهلية الإجابة كان العرب يعيشون في الجاهلية قبائل متنابذة لا يعرفون فكرة الأمة إنما يعرفون فكرة القبيلة وما يربط بين أبنائها من نسب وكل قبيلة تتعصب لأفرادها تعصبا شديدا اللغويات قبائل بمعنى جماعات ومفردها قبيلة متنابذة أي متباعدة ومتغايرة ومضادها مؤتلفة فكرة بمعنى رأي أو صورة ذهنية لأمر ما وجمعها فكر الأمة هي الجماعة المتفقة وجمعها الأمم يربط بمعنى يجمع ومضادها يفصل ويفرق النسب أي القرابة وجمعها أنساب تتعصب بمعنى تنتصر وتدافع ومضادها تتسامح وتتساهل السؤال الثاني ما الفكرة التي كانت تسود حياة العرب في الجاهلية؟ الإجابة الفكرة التي كانت تسود حياة العرب في الجاهلية هي فكرة القبيلة والتعصب لها السؤال الثالث ما الروابط التي كانت تربط الأفراد داخل القبيلة؟ وما نتيجة ذلك؟ الإجابة الروابط التي كانت تربط الأفراد داخل القبيلة هي روابط النسب ونتيجة ذلك التعصب لكل أفراد القبيلة فإذا جنى أحدهم جناية شاركته في مسؤوليتها وإذا قتل أحد أفرادها هبت للأخذ بسأره اللغويات جنى بمعنى ارتكب وأصاب وأزنب هبت بمعنى نهضت ومضادها قعدت وتخلفت السأر هو الطلب بالدم والمقصود الانتقام وجمعها أسأار وآثار السؤال الرابع دلل على أن التعصب القبلية عند العرب في الجاهلية كان طاغيا الإجابة الدليل على ذلك أنه إذا جنى أحدهم جناية شاركته القبيلة في المسؤولية وإذا قتل لها أحد أبنائها هبت القبيلة كلها للأخذ بسأره السؤال الخامس لعادة الأخذ بالسأر مساوئ عديدة والضحة الإجابة من مساوئ عادة الأخذ بالسأر أنها كانت تجر القبائل إلى الكثير من المعارك والحروب وإراقة الدماء السؤال السادس ما الذي جاء به الإسلام من أفكار جديدة وما موقفه من فكرة القبيلة الإجابة الذي جاء به الإسلام من أفكار جديدة فكرة الأمة وموقفه من فكرة القبيلة أنه أخذ يضعفها وأحل مكانها فكرة الأمة السؤال السابع قارن بين فكرة القبيلة وفكرة الأمة كما وضحها الكاتب الإجابة فكرة القبيلة هي فكرة قائمة على ما يربط بين أبنائها من نسب فكل قبيلة تتعصب لأفرادها تعصبا شديدا وتدافع عن أفرادها ظالمين أو مظلومين أما فكرة الأمة فهي فكرة يعلو فيها السلطان الإلهي على السلطان القبلي فقد أعلى الإسلام من شأن الأمة بجملة من القيم تنظم وتحكم العلاقات بين أفرادها وتكفل هذه الفكرة لكل أفراد الأمة حريتهم وأن يعيشوا في عدل ورخاء وسلام اللغويات يعلو بمعنى يرتفع ويسمو ومضادها يتدنى وينخفض السلطان بمعنى الحكم وجمعها السلاطين السلطان الإلهي أي الحكم الإلهي والسلطان القبلي بمعنى الحكم القبلي السؤال الثامن ما الذي فعله الإسلام في نقل حق الأخذ بالسأر؟ الإجابة قام الإسلام بنقل حق الأخذ بالسأر من القبيلة إلى الدولة وبذلك لم يعد السأر يجر سأرا كما كان الأمر في الجاهلية بل أصبح عقابا بالمثل والمراد بعقابا بالمثل أن من قتل يقتل السؤال التاسع أذكر موقف القبائل من نقل الإسلام لحق الأخذ بالسأر الإجابة موقف القبائل أنها استجابت لفكرة الدولة في نقل حق الأخذ بالسأر فأصبح واجبا عليها أن تقدم القاتلة لأولي الأمر حتى يلقى جزاءه السؤال العاشر ما النتائج المترتبة على نقل أخذ السأر من القبيلة إلى الدولة؟ الإجابة أن نتائج المترتبة على نقل أخذ السأر من القبيلة إلى الدولة لم يعد السأر يجر سأرا بل أصبح عقابا بالمثل وأصبح واجبا على القبيلة تقديم القاتل لأولي الأمر حتى يلقى جزاءه وأضحت القبائل مستجيبة لفكرة الدولة ومنصهرة فيها السؤال الحادي عشر علل نقل الإسلام حق الأخذ بالسأر للدولة الإجابة حتى يعلي من فكرة الأمة على فكرة القبيلة وما كان يترتب على ذلك من حروب ومعارك دموية السؤال الثاني عشر علل أضحت القبائل مستجيبة لفكرة الأمة الإجابة حبا منها لتعاليم الإسلام السمحة السؤال الثالث عشر كيف أرسل إسلام القواعد الاجتماعية بين أفراد الأمة؟ رسم الإسلام صورة للأمة المثالية أذكر ركائز هذه الصورة الإجابة أخذ الإسلام يرسل قواعد الاجتماعية لهذه الأمة بحيث تكون أمة مثالية يتعاون أفرادها على الخير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر يسودهم البر والتعاطف حتى لكأنهم أسرة واحدة محيت بين أفرادها كل الفوارق القبالية والجنسية وأيضا فوارق الشرف والسيادة الجاهلية فالناس جميعا سواء في الصلاة وجميع المناسك وفي الحقوق والواجبات وينبغي أن يعودوا إخوة ويشعر كل واحد منهم بمشاعر أخيه باذلا له ولمصلحة هذه الأمة كل ما يستطيع اللغويات أخذ بمعنى بدأ وهو من أفعال الشروع يرسي بمعنى يثبت ويرسخ ومضادها يزعزع يسودهم بمعنى يعمهم ومضادها يخصهم البر بمعنى الخير محيت بمعنى أزيلت ومضادها أثبتت الفوارق أي الاختلافات ومفردها فارق الجنسية نسبة للأصل سواء بمعنى متساوون ومضادها متفاوتون وجمعها أسواء المناسك أي العبادات والشعائر مفردها منسك باذلا بمعنى مانحا ومضادها باخلا مصلحة أي منفعة وجمعها مصالح السؤال الرابع عشر أركان الإسلام تدعو للمساواة بين الناس وضح ذلك الإجابة ساوى الإسلام في العبادة بين كل الأفراد فالعبادة والفرائض بنفس المقدار لكل الناس فالناس جميعا سواء في الصلاة وجميع المناسك وفي الحقوق والواجبات وينبغي أن يعودوا إخوة ويشعر كل واحد منهم بمشاعر أخيه باذلا له ولمصلحة هذه الأمة كل ما يستطيع السؤال الخامس عشر ما المقصود بالصالح العام؟ الإجابة المقصود بالصالح العام كل أمر يحقق مصلحة الأمة والجماعة وفيه تنحية للمصالح الخاصة السؤال السادس عشر كيف نظم الإسلام العلاقات العامة بين أفراد الأمة؟ الإجابة نظم الإسلام العلاقات العامة كالميراث وقام بتنظيم المعاملات كالتجارة والزراعة والصناعة كما أمر بأن يأخذ الأجير حقه جزاء عمله وأوجب على التاجر أن لا يستغل الناس بأي وجه من الوجوه سواء في الكيل والميزان أو في التعامل المالي السؤال السابع عشر كيف كان الإسلام نظاماً اقتصادياً ناجحاً؟ الإجابة كان الإسلام نظاماً اقتصادياً ناجحاً لأنه نظم العلاقة بين الغني والفقير والصالح العام نظم العلاقات الاقتصادية العامة مثل الميراث، التجارة، الصناعة جعل للعامل أجراً يجب أن يتقاضاه وحرم التلاعب في الكيل والميزان السؤال الثامن عشر الإسلام اهتم بحقوق العمال واضح ذلك الإجابة جعل له أجراً يتقاضاه قبل أن يجف عرقه لا يكلف العامل بعمل لا يقدر عليه جعل العمل شرفاً وواجباً السؤال التاسع عشر ما موقف الإسلام من التاجر؟ الإجابة أوجب على التاجر أن لا يستغل الناس بأي وجه من الوجوه سواء في الكيل والميزان وفي التعامل المالي السؤال العشرون أذكر موقف الإسلام من حقوق المرأة الإجابة لقد كفل الإسلام حقوق المرأة فما منظم حقوق المرأة إلا الإسلام فقد رعاها خير رعاية وكفل بمعنى ضمنة السؤال الحادي والعشرون قارن بين وضع المرأة في الجاهلية والإسلام الإجابة كانت المرأة مهضومة الحقوق في الجاهلية فرد إليها الإسلام حقوقها وجعلها كفءاً للرجل ولها ما له من الحقوق ولها ما له من السعي في الأرض والعمل والتجارة مهضومة المراد مظلومة وكفءاً بمعنى مثيلاً ومماثلاً السؤال الثاني والعشرون كيف أثبتت المرأة أنها كفء للرجل؟ الإجابة أنها شاركته في كل الأعمال وكانت ناجحة فيها كالسعي في الأرض وشؤون الصناعة والزراعة وغيرها السؤال الثالث والعشرون ما مظاهر اهتمام الإسلام بحقوق المرأة؟ الإجابة مظاهر اهتمام الإسلام بحقوق المرأة جعلها مساوية للرجل لها نفس حقوق الرجل يقول تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأيضاً لهن مثل مال الرجال من السعي في الأرض والعمل والتجارة يقول عز شأنه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا ونظم الزواج وجعله فريضة محببة إلى الله ونعمة من نعمه قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة دعا إلى معاملة الزوجة بالحسنة وأوجب على الرجل رعايتها السؤال الرابع والعشرون وضح المعنى الذي نص عليه قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الإجابة أي تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات والمعاملة بالمعروف السؤال الخامس والعشرون وضع الإسلام طريقاً واضحاً لتعامل الرجل مع المرأة وضح ذلك وعلى ما يدل الإجابة أوجب على الرجل أن يرعاها وأن يقوم بها خير قيام ويدل ذلك على إجلال المرأة ورفع قدرها حتى إنه جعلها تشارك في أحداث الدولة السياسية في صدر الإسلام وأوجب بمعنى ألزم ومضادها خير السؤال السادس والعشرون ما الذي أوجبه الإسلام على الرجل في تعامله مع المرأة وعلى ما يدل ذلك الإجابة أوجب على الرجل أن يرعاها وأن يقوم بهذه الرعاية خير قيام ويدل ذلك على إجلال المرأة ورفع الإسلام لقدرها قدرها بمعنى شأنها ومكانتها السؤال السابع والعشرون ما الإجراءات التي أخذها الإسلام لتقوية روابط الأمة ونبز فكرة التعصب للقبيلة وضع الإسلام قواعد اجتماعية تستند إليها الأمة دلل على صواب هذا القول الإجابة الدليل على ذلك ما وضعه الإسلام من قواعد اجتماعية مثل نقل حق الأخذ بالسأل من القبيلة إلى الدولة ساوى بين الناس في العبادات والحقوق والواجبات نظم العلاقة بين الغني والفقير من جهة والصالح العام من جهة ثانية نظم العلاقات العامة كالميراس وتنظيم المعاملات كالتجارة والزراعة وأعاد للمرأة حقوقها والصالح العام هو كل أمر يحقق مصلحة جميع أفراد المجتمع السؤال السامن والعشرون كان موقف الإسلام واضحا من حرية العقيدة وضح ذلك الإجابة كان موقف الإسلام واضحا من حرية العقيدة إذ نصت آية كريمة على أنه لا إكراه في الدين فالناس لا يكرهون على الدخول في الإسلام بل يتركوا أحرارا ومختار لأنفسهم وبذلك يضرب الإسلام وأروع مثل في التسامح الديني يقول تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إكراه بمعنى إجبار ومضادها اختيار ويكرهون بمعنى يجبرون السؤال التاسع والعشرون الإسلام لا يعرف التعصب واضح كيف ضمن الإسلام حرية العقيدة الإجابة نص القرآن لا إكراه في الدين دليل على حرية العقيدة كما قال تعالى في موضع آخر للتأكيد على حرية العقيدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين السؤال الثلاثون ما الذي أراده الإسلام للبشرية الإجابة الإسلام دين سلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأنينة ترفرف بمعنى تتحرك ومضادها تسكن ألوية بمعنى أعلام ومفردها لواء السؤال الحادي والثلاثون كيف حقق الإسلام وحدة النوع البشري؟ الإجابة جعل ألوية الأمن والسلام ترفرف عليها وكفل لأتباعه المسلمين وغير المسلمين حريتهم فالجميع يعيشون في وحدة إنسانية يعمها العدل والرخاء والسلام كفل بمعنى ضمن أتباعه المراد المسلمون ومفردها تبع يعمها بمعنى يشملها ويظللها السؤال الثاني والثلاثون لماذا أضعف الإسلام من فكرة القبيلة وأعلى من فكرة الأمة؟ الإجابة أضعف الإسلام من فكرة القبيلة وأعلى من فكرة الأمة لأنه أراد لنا وحدة النوع الإنساني السؤال الثالث والثلاثون حدد الفكرة العامة والفكرة الفرعية للدرس الإجابة الفكرة العامة الإسلام يرسي القواعد الاجتماعية والفكر الفرعية للدرس حياة العرب قبل الإسلام الإسلام يعلي فكرة الأمة على فكرة القبيلة الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية تحديد الإسلام للعلاقة بين الغني والفقير تنظيم العلاقات العامة بين أفراد المجتمع الإسلام يكفل حقوق المرأة أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي قدمت لكم تلخيصا لموضوع قيم اجتماعية على هيئة سؤال وجواب كانت معكم أستاذة دعاء الجندي متمنية لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته